وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمية حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 418 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 26 طن كما تم ضبط قرابة 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص للوزن و78 قضية خبز غير مطابق للمواصفات